هل يجوز أن ألبس جورب بعد فوق جورب أو فوق الجورب النعل أو الخف الجواب نعم يجوز أن ألبس لكن كيف أتعامل مع هذا الأمر كالآتي أولا أتوضأ وضوءي للصلاة ألبس الجورب الأول للقدمين ثم ألبس الجورب الثاني أو الخف أو النعل للقدمين وزي ما هو دارج خلينا بلبس الجورب بعدين بلبس الحذاء انتقض وضوءه فأراد أن يمسح فله أن يمسح على الحذاء فله أن يمسح على الحذاء ذهب إلى المسجد تنه دخل خلع الحذاء ما حكم وضوءه الآن وضوءه صحيح ذا يبطل وثبت عن علي رضي الله عن أنه توضأ ومسع على نعلي ثم أتى المسجد فخلع نعلي ثم أم بالناس فهي مسعى لأخرى وهي أن الذي يمسى على الجورب وخلعها ماذا يفعل منهم من يقول يعيد الوضوء ومنهم من يقول يغسر رجلي ومنهم من يقول لا شيء علي والراجح أنه لا شيء علي لا شيء علي فإذا هذا تعالى عندما دخل المسجد خلعا عليه وضوءه بقي صحيحا صلى وعندما خرج لبس الحذاء وذهب الصلاة اللي بعدها انتقد وضوءه فهل يجوز أن يمسى على النعل لا الآن الآن لا يجوز تمسى على النعل ليش لأنه المرة الثانية عندما لبست النعل لم تلبس على الطهارة الأصلية مين اللي بقي مسموح تمسى عليه الجورب فوقتي تبدك تخلع الحذاء وتمسى على وين على الجورب واضح فهذه مسائل دقيقة ومهمة وقصوصا الآن في فصل الشتاء نحتاج أن نتعلمها وأن نتدبرها ترجمة نانسي قنقر